السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو النهاردة مع بعض ان شاء الله هنعمل مشروب البوزة اللي فيه كتير مننا بيحبوه وفيه ناس كانت تشربوا زمان ومش عارفة الطريقة ازاي هنعمل الطريقة الاصلية اللي اتفكرت بالطعم بتاع زمان المكونات اللي انتوا شايفينها دي دقيقة وكوباية من البوزة متبقية عندك سواء اشتريتيها او سواء انت عاملها في البيت طب انا لو ما عنديش بوزة خالص هعمل ايه قبل كده انا عاملة فيديو معاكم عاملة طريقة البوزة بطريقة مختلفة عندي خالص جايبة تلت خماير وشرحة فيهم ازاي نقدر نعمل بوزة في البيت الكوباية البوزة دي المتبقية معايا انا بكون سايباها برا التلاجة يوم علشان تخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واقدر اخمر منها بعدين العجينة او البوزة اللي انا هعملها في البيت شايفين الدقيقة هي مختمرة طريقتنا دلوقتي سهلة جدا هجيب الدقيق اكون جايبة مية مغلية لازم تغلي على النار وهنزل كده على الدقيق واعمل حاجة اسمها عصيدة هحاول عجينها كويس بحيث ما خليش اي كتل من الدقيق في العجينة بتاعتي علشان بعدين انا وبعمل البوزة وبشربها ما لقيش فيها طعم كده مش حلو ما لقيش فيها طعم الدقيق هزود شوية مية تاني وهعجينها كويس زي ما قلتلكم خلاص انا كده خلصت عجين وتأكدت ان انا عجنتها كويس هسيبها دلوقتي تبرد اهم حاجة اسيبها لازم تبرد بعد ما بردت معي بالشكل ده دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هجيب كوباية البوزة دي شايفين هي قد ايه بتختمر وكمان زادته عن الكوباية وهنزل بيها دلوقتي على العجينة دي اللي انا عملها وعجينها فيها كويس تقدري تعجينيها بيدك تقدري تعجينيها باي حاجة اهم حاجة في الاخر تعجينيها كويس بعد ما مزاجت الخليط ده كله في بعض خلاص دلوقتي احنا هندخل في مرحلة التخمير هنسيبها تخمر ممكن تاخد معايا من 6 ل7 ساعات انا كمان هبقى بص عليها علشان انا مش عايزها تختمر كتير يعني منسهاش وبعدين ارجع اعمل بوزة لا هما 5-6 ساعات 7 ساعات بالكتير خالص هعرفها ازاي هي مش هتعلق اوي معايا بس الريحة هتبان وكمان لما افتحها كده هتلاقوها هشة خلاص هي كده اختمرت معايا شايفين شكلها؟ انا قربتلكا هو علشان تشوفوا الشكل بالزبط وتعرفوها ازاي هي اختمرت والريحة بتاعتها هتبقى مستساغة حلوة كده دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بالشفشأ بتاعها خلاط يعني هنزل بالمية مباشرة على البوزة الكمية دي كلها وبعدين اخلط يا اما هاخد كده بالقطع منها واضيف المية وهخلطهم وخلاص كده انا حصلت على البوزة بكل سهولة طبعا دلوقتي تقدري تتحكمي في القوام اللي انت عايزة عايزة تشروبيها مثلا القوام بتاعها خفيف او تقيل شوية براحتك دي حاجة ترجعلك وحاجة ترجع لزوئك ادي قوام تاني معانا للبوزة زي ما قلتلك حسب اللي انت عايزة تعمليه انا كده خلصت خلط الكمية كلها اللي عندي هبدأ دلوقتي احفظها في برطمان في ازازة في اي حاجة اللي ريحك انا كده حفظت الكمية بتاعتي دول هشيلهم في التلاجة والشفشق ده انا حطيت له سكر ضفت له سكر كل ما عليك ان انت اضيفه له سكر او في ناس بتشربها باللبن دي برضو حاجة ترجع لك بس البوزة الاصلي الطعم الاصلي بتبقى سادة كده دلوقتي نشربها مع بعض وقالفها هنا واشايفها موسيقى 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 موسيقى